عند السابع من مساء يوم الاثنين توجهت كاميرا الجديد بمرافقة النائب بولا يعقبيان للتحقق من ادخال شاحنات نفايات غير مفرزة وموضبة إلى مطمري برج حمود قرار الرصد كان قد اتخذ بعد ورود معلومات عن توجه هذه الشاحنات مع بدء ساعات الليلة الأولى لكن مهلة الانتظار لم تتعدى دقائق معدودة محامي المطمر رد علي وانه انا مني على بيني من المعطيات انه سبيلي فلت ما بتفوت ما انتهى النقل المباشر حتى تواصلت شركة المتعاهد داني خوري مع الجديد طالبة حق الرد محامي الشركة مارك حبقى عاد واكد عدم مخالفة الشركة ايا من بنود التلزيم النفايات الغير موضبة او الموضبة قد نص عليها العقد وسامح على المتعاهد داني خوري باستقبال النفايات الغير موضبة وبالتالي اظهار الامر كما اظهرته النقب يعقوبيان بانه كشف العملية او لفضيحة معينة هذا امر مخالف للانون وللعقد ليسمحنا المتعاهد بانه يستقبل نفايات موضبة وغير موضبة هذه من ناحية اولى من ناحية تانية استغرب الاسرار من قبل النقب يعقوبيان بالقول ان النفايات تقوم شركة خوري برميها في البحر وهذا امر كمان مجافي للحقيقة ومخالف للانون في خلية صحية ومطمر صحي تم انشاؤه يستقبل هذه النفايات اليوم الفرق الوحيد انه بعض هالنفايات الغير مفرزة متل ما شفناها مبارح سوف تقسر من عمر المطمر وهذا الخطر الوحيد شغلة اخيرة كمان بدي علق عليها بالنسبة لموضوع فرز النفايات ومعالجة النفايات وكل هذه المتعاهد خوري غير مسؤول عنها هناك متعاهد اخر قد تم اذا بدك تلزيمه هذا الامر داني خوري شركة خوري للمقاولات جلمة في الامر مسؤولة عن نقل هذه النفايات يعني انتم تلقون بالمسؤولية على عطق المعامل؟ انا لا القي المسؤولية انا اوضح للرأي العام على ان لد الشركة ما هو الا تأكيد اخر لشكوك عقبيان التي ترى ان الفضيحة تتجاوز المتعاهد خليني قللك شو بيقول حرفيا اول رد عليه النفايات الجديدة التي تسلمها المطمر كل يوم توضب في بالات وتصل الى المطمر في شاحنات مغطات وتطمر البالات في الخلايا الصحية التي اقيمت وفق اعلى المعايير البيئية وتغطى مباشرة بالتبقات العازلة انا هون شو بفهم من هيدا الكلام؟ انا بفهم انه بتفوت الزبالة ببلات هيدا اللي عم بيقولوا بيردوا علي هيدا الكلام قبل ما ننزل مبارح الارض لما نزلنا على الارض كشفنا على الشاحنات وفرجينا الزبالة انه زبالة جديدة مش زبالة من شالة من القديم اللي كان متركم بالارض اللي صاله ثلاث سنين زبالة جديدة صار هلأ المتعاهد عم بيكبه على الدولة وانا موافقة انه الفضيحة هي تتخطى المتعاهد وهي فعلا الفضيحة بيرسم مش المئة والأعمار ويرسم وزارة البيئة ويرسم الحكومة المجتمع فيه نكبة بيئية فيه جمعية أشرار مش تركب هيدا المسألة تاب مين المسؤول مين عم بيغطيهم؟ وزير البيئة طارق خطيب كان قد أعلن بعض حقيق الجديد انه سيدقق في مخالفات الشركة المفترضة واكد ان الوزارة لم ولن تغطي اي مخالفة وفي حال ثبوت المخالفات فستطلب الى النيابة البيئية التحرك وزير البيئة عطى موقف بس هيدا الموقف كمان منه أبدا كافي لأن البيئة وزارة البيئة هي هيئة رقبية وأنا وجهت له سؤال وناطرة رده على السؤال من وزارة البيئة وقال له بقال له لطارق الخطيب لكل عمرك تلاحق هذه المسألة شركة داني خوري تصر على التزامها جميع المعايير وترمي بالكرة في ملعب معامل الفرز والنائب عقبيان ماضية في حملتها ووزير البيئة يعيد بمتابعة ملف كان على الوزارة أن تتحقق منه بنفسها أدم شمس الدين قناة الجديد